عزيزي المحقق وبعد أن وقفت على المرحلة الأولى من مرحلة الإعداد وهي مرحلة اختيار الموضوع واختيار الفرع الذي ستسير فيه بمخطوطتك واجب عليك أن تعرف المرحلة الثانية وهي مرحلة اختيار المشرف ما المقصود بالمشرف؟ المشرف هو ذاك الشخص العلم الذي سيقوم بالإشراف على الموضوع والإشراف على الباحث على حد سواء فالمشرف على البحث في مجال التحقيق ليس كأي مشرف بل هو شخص يجب أن تتوفر فيه الصفات والشروط التالية منها أن يكون متخصصا في تحقيق مخطوطات والعمل بها يعني تكون لديه ضربة وخبرة سابقة كي يأخذ البحث والباحث إلى بر الأمان أيضا أن يكون المشرف ملما بمعرفة قواعد التحقيق وكذلك واقفا على فهارس المخطوطات مدركا لأبعادها وأماكنها ما طبع منها وما لم يطبع وأيضا أن يكون المشرف صاحب دربة وخبرة سابقة أيضا متمرسا في تحقيق المخطوطات فليس كل مشرف عارفا بقواعد المخطوط بل ربما يكون موصوفا بهذا الوصف غير أنه غير لا يجدي مع الباحث في بحثه ولا مع المخطوط في طرقه وإنجازه أيضا يجب أن يكون المشرف متخصصا في العلم الذي سيشرف فيه على تحقيق المخطوط يعني لا يصلح أن يكون المشرف متخصصا في الطب مثلا ويشرف على موضوع في الفقه على موضوع في التفسير على موضوع في الحديث وهكذا فلابد أن يكون التخصص الدقيق عنوان ذاك المشرف أيضا على الباحث أن يكون دائما على استشارة وارتباط بأستاذه المشرف في جميع مراحل التحقيق بداية من اختيار المخطوط إلى نهاية العمل نستطيع أن نقول في النهاية إن مجال التحقيق يحتاج إلى دليل مرشد إنه المشرف بفقد المشرف يقع الطالب في أخطاء ومزالق ربما تكتب النهاية الأليمة للباحث والمخطوط على حد سواء وإن كانت معرفة الموضوع واختيار المشرف خططا ومراحل في مرحلة الإعداد فهل هناك من مراحل أخرى؟ نعم ستحملها الشرائح التالية